اشتركوا في القناة من العنوان براقراف السردية يعني انت بتسرد احداث فاللي يتدعى الى الذهن مباشرة هو موضوع رواية القصة انحبي تقول البراغراف السردية او البراغراف القصصية او البراغراف الروائية كل هذا نفس المعنى يطين انت بتروينا احداث وهذه الاحداث ستكون يعني على شكل قصة وهذا اللي بدربوك عليه انت لما تروي قصة كيف ترويها وكيف تنظمها في براقراف ولاحظ انه انت البراغراف يعني محدد الكلمات انت عندك مثلا يعني احسن مدرس بعطيك الى 175 كلمة اطلقهم 200 كلمة مثلا اكثر شي هذا المسموح فيه وبعضهم يحدك 150 كلمة مثلا او مو بكلمات تنقول لك 10 سطور مثلا يعني السطر حيكون في 10 كلمات يعني 100 تتراوح 120 كلمة فانت مضغوط جدا بالمساحة وتريد ان تحكينا قصة متكاملة شو يعني قصة متكاملة قصة الى مقدمة وتعرض الاحداث وحبكة ونهاية وخاتمة له كله فيها المية وعشرين 150 كلمة ولذلك يعني صعب جدا هذا المهمة ومن هنا هم بيدربونا يعني ليش بيدرسون هاي المادة عشان يدربونا على هذه الانواع من البراغرافات ففيه فنيات معينة لازم ننتبه لها ولازم ندرب نفسنا عليها انت مش يعني ما عندك طبعا اي واحد ممكن يكلمنا قصص كثيرة يعني فيه ناس تجلس بالساعات بتقول لك قصص وفيه ناس عندها موهبة يعني يقول تبهير الاحداث بيبهر لك الامور يعني بكون الموقف ممكن تنهيه بأربع خمس جمل لكن عنده قدرة انه يخلق قصة يخلق منها فيلم حتى يعمل هذه مهارات عند الناس ولكن الحد الادنى احنا هنا منعطيك يعني دائما هذه المواد مثل مادة الكتاب هذه الرايتنج أو هذه الكتب مثلا معلمك الحد الادنى يعني قد لا تكون عندك الموهبة لكن هاي الخطوط العامة العناصر الرئيسي ممكن تستكملها يا أخي انت بدل ما تجيب مثلا ترسب في المادة على أقل تقدر تنجح فيها وإذا عندك شوية كمان مثابرة ويعني ودراسة كثيرا حتى لو ما كانت عندك الموهبة ترى ممكن تصل إلى مراتب جيدة في النجاح عموما هذا يعني الفن أو البراقرافات الرؤية شيء لا بد منه لأنه احنا يعني نمارس هذه الأمور يوميا يوميا بصير عندنا قصص ويوميا بنحكيها اللهم هون احنا بنيجي بنرتب لك العناصر ونقول لك اعمل كذا التوكسنتنز لازم كذا السبوردينج سنتنز لازم كون كذا الخاتمة لازم تكون كذا هذا الأول شيء أيضا من الأشياء اللي يعني ربما تكون لاحظتها أنه صرت أنا مثلا يعني أسرع في أو أركز كثيرا على الجانب النظري من الكتاب وربما أهمل مثلا موضوع الأسئلة هذه الإجابة على الأسئلة لسببين على عكس ما كنت سابقا يعني اللي شاف هذه السلسلة في بداية يعني إذا تقدر ترجع يعني أنت بداية أول ما بدأنا في هذا الكتاب اليونت الوحدة كانت تقسم على ثلاثة أو أربع جلسات لأنني كنت أفصل كل شيء ليش؟ لأنه كانت مرحلة تأسيسية الطلاب جدد على هذا الفن فكان لازم كلام كثير وإعادة وتفصيل في كل كلمة من الكتاب ونقرأ المقاء للبراغراف ونفصلها تفصيل كثير ليش؟ لأنه الطلاب جديدين على هذا الفن لكن لما ماشينا بالكتاب صلنا نشرع لأنه خلص في أشياء قيلت من بداية هذه السلسلة فما في داعي أن نعيدها فصار يقل الزمن وأيضا حل الأسئلة صار سهل على بعض الطلاب فما في داعي نحل الأسئلة صارت مكررة كثيرا صار يعني كل مرة بقولك طلعي التوبك سنتنس ويسألنا نفس الأسئلة صارت أسئلة نمطية خلص عرفنا أنه دائما هي أول جملة في هذا الكتاب عرف هذا الكتاب دائما أول جملة هي التوبك سنتنس في كتب ثاني لا ممكن تيجي الجملة الثانية الجملة الثالثة حتى المعاقدة أكثر شوي ولكن هذا العرف الموجود في هذا الكتاب فكنا نختصر الزمن ما نجاوب على هذه الأسئلة وأيضا هذا الكتاب يعني نفسه الآن على الانترنت موجود له أنصر كي يعني الحل موجود كله فكنا عشان نوفر وقت على الأخوة الطلبة يعني ونختصر عشان تطلع للجلسة مثلا بساعة ونص ساعتين بالكثير نختصر هذه الأمور ونركز فقط على الجانب النظري لأنه دائما فيه ناس بعدها بتشكي يعني ما الله طويلة الجلسة طويلة الجلسة تعبنا من الشرح يعني كن دائما نسأل دكتورك الشابتر هذا ما بشرح لكها كله في جلسة واحدة وإذا شرح لكها في جلسة واحدة بيكون يعني سريع 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 جدا صح ولذلك انت جيت لهون تبحث عن الشرح المفصل فطبيعي جدا هذا اسمه يونت كامل هذا في بعض الأساتذة بيقسموه على ثلاث أربع جلسات يعني بسولك يا أسبوع كامل ويشتغل لك فيه فأنت لست مجبرا أنك تجلس أمام الشاشة أو تسمع لهذا كله دفعة واحدة بل هذا غلط يعني لا يفعله إلا واحد يعني عنده عارف هاي المواضيع وجالس يستذكر المعلومات فبيمر عليه مره سريع أما انت كطالب مستجد لازم دراستك أي وحدة مو بس هذا الكتاب أي مادة عندك غلط تقعد جلسة ثلاث ساعات على موضوع واحد هذا بيرهق العقل لا تقسموه على جلسات يعني تعطي مساحة يعني تأخذ لك مثلا ساعة مع الرايتينج بعدين تقلي بتروح تسوي ساعة مثلا المواد الثانية عندك في الكلية وهكذا التنويع هذا مهم جدا في الدراسة بيريح العقل وبيكسر الملل ثانيا في عندك حيلة أخرى أنا كل مقاطع هذه دائما تحت صدوق الوصف في خاصية باليوتيوب يعني بيكون مقسم نفس الفصل أو الشابتر أو اليونت أنا أقسمه تقريبا بحسب العناوين الواردة يعني مثلا هنا شو أول عنوان واطز الناراتف باراكراف بكون حاط أول مقطع مثلا اللي هو بناقش فيه واطز الناراتف باراكراف مثلا أخذ معي هذا المقطع ربع ساعة هذا صار مقطع وهكذا العنوان الثاني مثلا نيجي لهون مثلا حسب العناوين الواردة أنا بقسم المقطع يعني بقسم هذه اليونت فإنت قد لا تكون مثلا بحاجة أنك تارف عن ناراتف باراكراف تو مثلا هذه فبتنزل تحت بتلاقي مثلا أنت حاب أعرف واطز مثلا أول والنقطة الفلانية وتضغط عليها بيأخذك مباشرة يعني بعض الناس لسه الآن ما بيعرف يستخدم اليوتيوب تماما يعني فيه خواص كثيرة بكمان توفر الوقت فيه خاصية تسريع الكلام يعني بدان ما تحطه على سرعة واحد العادي تحطه على سرعة واحد ونص تصير أنا أتكلم بسرعة فيه وهذا إذا حبيت أنت مشان تمر مرور سريع خصوصي قبل الاختبارات يعني يعني جرى التنوية لأنه يعني تيجي من حين إلى آخر شكاوي على الموضوع طول لكن هذه معلومات لا بد تنشرح مو يعني أنا حاب أني أطول ولا حاب أني أجلس ساعتين ثلاثة أتكلم في هذا الموضوع طيب نبدأ الآن على بركة الله الهدف تتعلم كيف تكتب براغراف قصصي أو رواي أو سردي التركيز اللغوي فيها سي يعني يتكلم عن موضوع التناسق بين الأزمنة هني يجي يعني هو دائما بيركزنا يعني بأشياء لا علاقة باللغة هل قرأت قصة جيدة مؤخرا شو هي الأشياء اللي حبيت عن هذه القصة فالقراء يستمتعون بالقصة الجيدة صح كلنا نحب نسمع قصص حلوة بس متى لما أنه يتم سردها بطريقة جيدة لأنه ممكن تكون القصة خطيرة جدا ولكن أسلوب القصص سيئ جدا يقتلها قتل عندما تكتب براغراف قصصي رواي فأنت تخبرنا قصة ونحن هنا في هذه الوحدة سنعطيك معلومات تساعدك كيف تكتب قصة جيدة فما هي الناراتف باراغراف هنا تجد أنه الموضوع أسهل قليلا من البراغرافات الثانية والله أعلم يعني أنا أشوف أنه أسهل لأنك أنت ستكتب قصة أنت عايشتها مثلا أو عايشها غيرك وأنت مطلع عليه فيعني هي جزء منك غير لما أروح أقول لك أكتب باراغراف قارن بين أسماك القرش والدولافين أنا ما تقدر لازم تروح تعمل أبحاث وتشوف المشتركات والاختلافات وبعدين تيجي تكتب في بحث في متعب الموضوع وهكذا من البراغرافات الثانية شكرا